تحية لأروح شهد الجيش اللبناني كان نشاط رياضي وطني قدر أنه يجمع مجموعة من الشباب قاموا بجولة على الدراجات الهوائية بعدد من مناطق بيروت هالمبادرة الرياضية كانت بدعوة من بيروت باي بايك والتفاصيل كلها رحمة تباعة بهالمشاهد لا أروح شهداء الجيش تحيي رياضي مدني ووطني شهداء الجيش يلي سقط الدماء من أجل محاربة التطرف ومن أجل حماية الوطن بذكرهن وتحديداً بذكرى أربعين الشهيد العقيد نور الدين الجمل نظمت شركة بيروت باي بايك جولي على الدراجات الهوائية جالوا فيها بعدد مناطق ببيروت أثبت أن المجتمع المدني فيه دعم الجيش بأي طريقة معينه والجيش بده دعم معنوي ومتل ما بده دعم مادتي حبينا باسم المجتمع المدني هات مجتمع المدني وباسم أصدقاء الجيش اللبناني ومحبي العقيد الشهيد نور الدين الجمل أنه نعمل هالجولة هادي الدراجات الهوائية تعبير عن هيك روحية كان بعشقة كان بحب يمارسها العقيد الشهيد نور الدين الجمل شهيد الجيش اللبناني كمان حبينا نأكيد أنه هذا الجيش كمان هو لكل الوطن وممثل لبنان كليته أهميته الوطنية أنه نحن عم نشارك بنشاط لبطلة من عنا اللي استشهد كرميل يخلص عدد من العناصر تبعوله حابين كتير نرتاح بقى من الظلم ومن الظلام اللي عم نعيشوا بهذا البلد هالنشاط المدني والرمزي اللي شارك فيه عدد كبير من الجماعيات المدنية هو تحدي وإثبات على أنه الجيش هو وحده يلي بيقدر يحمي خط الاعتدال والجيش هو بمثل اعتدال بلبنان يعني فبعا نحن دايما نحده الجيش اللبناني شي كتير مهم بالنسبة لألنا وعم نشارك كرميل هيدا الموضوع يعني شاهد الجيش كتير غاليين علينا وعهيدا الوطن البلسيكليات خصوصية بتوحد جميع التواف لشي واحد هلأ هو أكتر كرميل يواعي المواطنين قدامهم دوره للجيش أكيد بالبلد قادر قادر يا فصلنا عالشدا يتقادر يا حارس حيبة جبلنا من العدوان الغادر وبصراحة عادي إيه للجيش ضد كل شي عم بيصير تاني للبلد ضد كل شي ضد التنديد ضد الطعفية ضد المذهبية ننزل مع الجيش أنه هاي فكرة كتير حلوة وأنه كل الشهداء اللي ماتوا بالحرب ألا يرحم كل الشهيد في لبنان اللي عم بضحي كرميل وطنه كل دم شهيد فده هالبلد وما زالك ساهر ما تسألنا عذراني البيادر ونبنى ملو العين ولا صارعني نرجع لنا نتابع مع ضيفتنا لليوم سيدة رانيا حليبة مديرة المشاريع أو إيفانت منجر ببيروت أرتفير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك رح نحكي عن هالنشاطي اللي ينظم للسنة الثانية على التوالي هو معرض الخامسة الخامسة بيروت ويك نعم بيروت أرتفير للسنة الثانية خلينا نحكي بالأول عن بيروت أرتفير بيروت أرتفير من أوروبا من البلدان العربية ومن لبنان أوكي والسنة في أقبال من البلدان العربية الحمد لله يعني هديك السنة شوي كان عنا خوف إذا بديك بس سنة مش الحال وعنا وشاكين نعم الوضع عينك ما تغير بس يمكن نحنا تأقلمنا نحنا تأقلمنا وهنا تأقلموا يمكن كمان لما تقولي غالوريات عم بيشاركوا هالغالوريات شو هم بيعرضوا لأيا فننين كل غالوري بتنقل الفننين اللي هي بده تعرضهم بس أكيد فن معاصر كله فن معاصر وهذا الفن بيتراوح من لوحات لسكالبشرز يعني منحوتات لإنستاليشنز لفيديو لكل أنميع الفن الفن المعاصر مثل ما ذكرت لكن 47 غالوريات مش بس من أمريكا ومن أوروبا كمان في غالوريات من البلدان العربية هي مدرجة بها 47 غالوريات ومن لبنان عدد الفننين بصورة عامية هلا عدد الفننين بصراحة كبير لأنه كل غالوري فيها تعرض من فنين لأربعة صح يعني كتير كبير بس اللي بحب أقوله أنه بهالمعرض صرنا خمس سنين الراعي الأساسي إلنا هو بنكمد وبنكمد السنة مستلم سكشن جديدة بعد ما نزلنيها نحن هاللي هي الجرافير هاللي هي فادي مغبغب راح يكون مستلمة بلس في عنا كمان بالمعرض بي أل سي ديزاين كورنر هاللي لسنة تالتة تالتة سوري عالتوالي عم بيعملوا تاني سوري أنا عم بلخبت عم بيعملوا ديزاين كورنر ينغ لبانيز ديزاينرز عم بيفرجوا شو بيقدروا يعملوا بيعني بيفرج بديزاين بكل شيء وعننا بيبلوس فوتوغرافي أورد للسنة التانية عالتوالي كمان أجمل صورة فوتوغرافية أجمل صورة فوتوغرافية حلو يعني كله تحت إطار الفن إن كان تصوير أو مرحوتات أو لوحات بخصوص البيروت أرتويك اللي كمان عب ينظم للسنة التانية هو شو؟ بيروت أرتويك السنة الماضية بلشني أول سنة هاللي هو إنه بدنا الفن يكون متاح لكل العالم مش بس الناس اللي بيروح عالجالوريات شوف الفن سو حبينا إنه بالبيروت سوء يكون موجود منحوتات لوحات بالبوتيكات بالطرقات الناس هنواشين يتفرج عنه بأسواق بيروت بأسواق بيروت كيف كان التفاعل السنة الماضية؟ كان كتير مهم والسنة التفاعل كتير أقوى لأنه الناس عرفوا شو يعني وتفاعلوا معنا كتير عدد القطع الفنية رح يكون زيادة؟ مظبوط عنا فوق 24 قطع فنية في باركور بيبالش من أوتالو جري وبيمشي ببيروت سوء للآخر أوكي والناس هنواشين عندهم خارطة بيتفرجوا على الخارطة وبيزوروا هيدول الله أوكي هالنشاطين رح يكونوا براليل على بعضهم؟ يعني بيروت أرتويك ببلش من 17 إلى 24 بيروت أرتفير من 18 إلى 21 وين رح بتكونوا من 18 إلى 21؟ بالبييل بالغولتون متل ما كل سنة بنعمله أوكي أوكي اللي بحب زيدو أنه السنة في عنا بافيون انديان هادي كل سنة كان عنا غير شيء كل سنة بالبيروت أرتفير منحب نجيب فن جديد يعني من بلد يعني سقافة مختلفة سقافة مختلفة نعم ومنحب نفرجيه بقى السنة في عنا الهند رح يكون في عندك كتير فانس هي الضيف السنة الضيف السنة اللي هو عيدة البافيون كوريتد باي فابريس بوستو فابريس بوستو هو الإيديتر إنشيف طبع بوزر ماجازين طيب قبل ما يشوف الفيديو الخاص بالنشاط كيف نقيتوا الجالوريات اللي رح بتشارك يعني انتو دعيتون ولا هن قدموا طلب نحنا هلأ سرنا معروفين الحمد الله على سعيد عالمي سروا بيحجزوا من قبل برجة سروا بيحجزوا من قبل وهيدا الشغل بياخد سنة يعني هلأ منسكر المعرض منبلش لسنة الجاي فالجالوريات يا أما هن بيتصلوا الجالوريات جديدة نحنا منتصل فيهم أكيد لحتى ندعيهم لحتى نحضر يعني بين الموافقة والأخذ والعطى والرد وكذا أكيد لا أكيد وفي لبنان كيف بيتم احتيار الجالوريات؟ باللبنان الجالوريات سروا يعرفون الحمد الله وهنا عم بيتصلوا فينا اللي يشاركوا وخلص سروا يعرفوا شو هو المعرض يعني سروا بيحجزوا من سنة لسنة وبالمبدأ الأعمال اللي بتنعرض هي أعمال جديدة ولا ممكن تكون مثلا أعمال قديمة عم بيعرضوها إجمالا أعمال جديدة دايما لأنه معاصرة لأنه معاصرة وعى ساحة الفن أو لأنه يعني بيلحقوا الزمن مثل ما عم تقولي يعني بقدموا بغير معارض بالعالم فكمان دايما في تجدد دايما في تنوع بها قديش البيروت أردفيرا بشكل كمان بلاتفورم مهمة لها الفنانين يلتقوا ببعضهم؟ هادي مظبوط أول شيء الفنانين يلتقوا ببعضهم ثاني شيء الشيء الكتير أساسي أنه لبنان كل حياته كان بلد الحضارة وبلد الثقافي وعم نجرب نجرع نحطو بهيدا الموقع من خلال أنه لبنان صار معروف على صعيد عالمي أنه بيعمل معرض فني كتير مهم اسمه بيروت أردفير لكن شوفة تبيضين شوفة تبيضين شوفة تبيضين شفنا الفيديو كل اللوحات أو المشادي اللي قطعت مشاركة السنة نعم ومنوعة كتير يعني مننا الأبيض والأسود مننا الملون مننا الريق مننا العجقة مننا التحف الفنية مننا ديزاين إذا لاحظت مضموط ما في تام واحد لا ما في تام واحد هلا السنة اللي عنا شغلة كتير مهمة إست ميت سوست إست ميت سوست لأنه في الانديان باولو نعم مضبوط لفتني كمان على اللبنيز أوتزم سوسايت يمشاركة معكم هيده مضبوط دايما بتشارك معنا شو بيقدموا يعني؟ نعتون ستاند وشخص من عندهم شاب اسمه علي تليس بيرسم كتير حلو نعم نحن عاملين عنه تليل قبل بيكون عم بيعرض لوحاته لأنه هيدا المعرض في مبيع ببيروت أرتفير ناس فيهم يشتروا بتتروح العمال من الميتين دولار لالتلوعة تلوعة بس أكيد مبادرة حلوة لأنه يمكن مش كالورية فنية بس منوصله الجامعية بس رسميته كتير حلوين وفن معاصر كله جاي كله مرحب فيه بالبيروت أرتفير نظبوط كله مرحب نعم وبحب غول أنه البيروت أرتفير دخول مجاني وفي شات البسز نحن من نظمينا من لبيال تجي عوتل وقري للناس اللي ببيروت أرتفير إذا بحبوا يشوفوا البيروت أرتفير أوكي وأوتر مزال من أوتيل لوكري لبيروت أرتفير لهالي بالبيروت أرتفير بدون ينزل فيها ونخليين حدا يهتب يعني عم نحاول عم نحاول قد ما فينا نخلي الناس كلها تشارك تشارك لنرجع نتذكر بالمواعيد البيروت أرتفير من 17 ل 24 أيلول من فندق لوكري لأسوء بيروت يستمتد هالتحف أما البيروت أرتفير بنطلق في 18 ل 21 بالبيال بالبيال أكيد بالبيال نعم نعم وإن شاء الله يعني نتمنى كل الناس يشاركوا كل الناس يجوا يتفرجوا لأنه عن جد الفن شغلي كتير حلول كتير بتعطي حياة من جوا يلا نحنا من خلالك تواجهة الدعوة لكل المشاهدين اللي عم يتبعوا أخبار الصباح لليوم بتحب ضيفة شيئا بل ما نختم لقائنا بس نحب نشوفكم تحت كلكم الجمهور كله أكيد شكرا لك شكرا مرسي كتير رح نتوقف هلا مع بريك ونرجع نتابع الجزء الأخير من أخبار الصباح تلكم معنا